موسيقى موسيقى الصبغة اخوان بالجهاز يعطينا انه صب مجدد بالكامل عندكم هنا في الهارتوب في بعض الاماكن البسيطة في معجون خفيف عدا ذلك لا يوجد اي معجون في السيارة مكينة ستة سلندر ثلاثة فاصلة صفر غير اوتوماتيك اربع سرعات هنوريكم تفاصيل السيارة بالكامل كذلك راح يكون الفيديو من اسفل موجود تشوفوا حالة السيارة من اسفل الصور التقرير جميعها كلها بتكون موجودة في موقعنا صف قادة السيه صراحة من الموديلات الجميلة الموديلات التسعين العداد يا اخوان الممشى واقف على واحد وثمانين الف كيلو العداد يعني ما يقلب لكن من حالة السيارة ما شاء الله تبارك الله يعني الممشى ممكن يكون تقريبي داخلية الوكالة جلد اسود بالنسبة للصبغ يا اخوان ما في ملاحظات يعني حالة الصبغ تمام عندكم هنا الواجهة الشبك العلامات كلها تمام ما في ملاحظات كذلك حالة السوفت توب ما شاء الله تبارك الله ما في اي تقطيع او اي مشاكل بالنسبة للسوفت توب كذلك هنا هذا الزجاج الخلفي ما في اي ملاحظات ما في تقطيع حالته ممتازة ما شاء الله تبارك الله ونريكم الداخلية نجيب اللمبة بس دقيقة هذا دكور الباب باب السائق ما في كسور ما في اي ملاحظات بالنسبة لدكور الباب عندكم هنا مقعدة السائق في استهلاك شي بسيط زي ما تشوفوا هنا لكن ما في تقطيع جلد لون اسود الدركسون حالة طيبة يعني ما في اي استهلاك او تقطيع زي ما تشوفوا هذا الممشي اخوان واحدة ثمانين الف كيلو وطبعا العداد زي ما قلنا لكم واقف قشرة الطبلون هنا تمام ما في اي ملاحظات زي ما تشوفوا كذلك هنا الديكور السفلي باب الراكب ما في ملاحظات هنا كذلك طبعا المسجل مغير اخوان المسجل تبع الوكالة موجود في الشنطة راح نوريكم اياها بعد شوية فيه ستارة كذلك ستارة اللي هي تيجي طبقتين من الوكالة شغالة اللي هنشغلك من السيارة مكيف شغال بارد بالنسبة للستارة هذا الزري اخوان هنا مريكم زي ما تشوفوا كهرب طبعا الستارة تطلع تنزل بالزر شغال بدون اي مشاكل كذلك هنا هذا الزري اخوان اللي هو تبع السوفتوب والهارتوب زي ما تشوفوا دحين انفك معانا السوفتوب يفتح ويقفل بما تشوفوا الله سكيد القفل كل سايش الغار موسى الله تبارك الله خلينا نوريكم الشنطة الآن هذا الشنطة هنا هذا المسجل موجود تبع الوكالة السبنة موجودة لكن مستخدمة يعني انفكت قبل كذا زي ما تشوفوا هنا فرش الشنطة كله تمام الربل تبع الشنطة تمام ما في تقطيع تبع الشنطة خلينا نوريكم المكينة 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 كلها شغالة حالة السيارة ما شاء الله تبارك الله ممتازة هذه دقانة الكبوت هنا طيب هذا الفيديو كان بالكامل للسيارة اخوان اللي حاب يسأل او حاب يشوف اي شيء زيادة عن السيارة نحن موجودين وارقامنا موجودة اللي عليك انك تتواصل معنا ونشوفكم على خير طيب الان راح نوريكم حالة المرسيتس من اسفل نذكر لكم جميع الملاحظات زي ما تشوفوا هنا اسفل الصدام الامامي في بعض الخدوش فيه كسر بسيط جدا هنا زي ما تشوفوا كذلك هنا هذا الجهة الثانية كذلك بعض الخدوش البسيطة الشاصة الامامي تمام العضلات الامامية كذلك كلها تمام ما في أي ملاحظات قلبة الدركسون السفلية كارتير المكينة لا يوجد أي تهريبات فيه اخوان بعض الصدى السطحي زي ما تشوفوا هنا السلح بعض الاماكن فيها صدى السطحي راح نوريكم إياها هذه رضيت السيارة من اسفل ما في أي تآكل أو صدى أو اهتراء عندكم هنا ترشيح زيت جيرابوكس زي ما تشوفوا هنا فيه تيجي ربل أو جلدة تحت الغطى هذا تحتاج تغير هذا الجزء الخلفي هنا الدفرنس الخلفي العكوس كلها تمام المساعدات العضلات الخلفية كذلك أمورها كلها تمام هنا زي ما تشوفوا بعض الملاحظات في الصدى السطحي هذا الجزء الأخير هنا ما في ملاحظات هنا بعض الصدى السطحي كذلك شي بسيط وهذه كانت حالة السيارة من الاسفل بالكامل هؤلاء يجب ان يشوفوا بشيء اشتركوا في القناة شكرا